محافظة كرقوك إجراء الامتحانات التمهيدية في موعدها المحدد نافياً بذلك الأنباء التي أشيعت حول إلغاء الامتحانات التمهيدية معاون مدير تربية كرقوك كشف في تصريح لفضائية كرقوك أن مدارس المحافظة استقبلت الطلبة النازحينة ولجميع المراحل الدراسية داعياً الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لتقديم مزيد من العون لمحافظة كرقوك فيما يتعلق بملف الطلبة النازحين نفى معاون مدير عام تربية كرقوك الأنباء المتعلقة بإلغاء الامتحانات التمهيدية مؤكداً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً والإجراءات قائمة لإجراء الامتحانات التمهيدية في موعدها المقرر نحن ليس من صلاحياتنا إلغاء أي امتحانات لأن نظامنا نظام وزاري مركزي تصدر إلينا التوجيهات والتعليمات من وزارة تربية العراق امتحانات التمهيدية باقية في زمانها ومكانها المحدد وبتعليماتها لذا من هذه القناة أنا أوجه كلامي إلى الذين مشمولين وتتوفر فيهم شروط لحد يوم 18-12 الطلبات تستقبل من قبل قسم الامتحانات لإداء امتحانات التمهيدية في زمانها المحدد في الشهر شباط الزخم الحاصل والذي يشهده محافظة كركو خاصة بسبب نزوح مئات الآلاف من العوائل خوفاً من الجماعات الإرهابية شكل ضغطاً واضحاً على مدارس المحافظة لأن تلك العوائل لديها طلب وتلاميذ ويجب استوعابهم في مدارس كركوك ما جعل تربية المحافظة القلومة على الحكومة الاتحادية في تعاملها مع هذا الملف ليس بإمكانية إدارة المحافظة ولا تربية كركوك باستقبالها كذا أحداد إن لن تتوفر في أماكن لاستقبالهم لذلك هذه من مهمة حكومة العراقية وبرلمان العراقي والمنظمات العالمية لدعم إدارة كركوك لإسكان أولاً هذه العوائل التي نزحت قسم منها وسكنوا في مدارس لكن في الآوين الأخيرة تم بناء المخيم على طريق ليلان خالبا زياني وأفرغت المدارس من هذه العوائل لكن هذه العوائل لهم تلاميذ ولهم طلاب في مراحل مختلفة يعني ما ممكن وليس من إمكانيتنا لا كتربية كركوك ولا إدارة كركوك استيعاب هذه الأعداد أحصائية متغيرة صراحة نحن في صدد أحصائيتهم من قبل قسم تخطيطنا بالشكل الدقيق وسنضيعها محافظة كركوك حالها كحال إقليم كردستان الآمنة استقبلت النازحين من المحافظات الساخنة حملت على عاتقها عبءاً فوق طاقتها ولم تعرف الكللة أو الملل لكن يبقى دور الحكومة الاتحادية بوزاراتها المعنية يجب أن تمثل دورها على أكمل وجه هالغورد حسن فضائية كركوك